نهاية أسبوع النشطة، إذ تجتمع فيه خمس رجال برلمانية، محملة بموضوعات قد تتفاوت درجة أهميتها، لكنها تبقى مهمة. لجنة حقوق الإنسان ستلتأم بداية في جولة السجن المركزية للإطلاع على أوضاع سجنها والإجراءات المتبعة في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، ضمانا لما يقدم لهم من خدمات وحقوق. فيما لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة تنظر تقرير ديوان المحاسبة الخاص بتقييم كفاءة وفعالية أداء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بحضور وزيرة الشؤون ومدير عام الهيئة. منتصف النهار سيكون الموعد مع لجنة الشباب والرياضة التي تترقب مقترحات الحكومة لقوانين رياضية جديدة تنتشر النشاط الرياضي من الإيقاف وتخطو بها نحو التطوير والرياضة. كما ستناقش اللجنة تقرير اللجنة التشريعية حول اقتراح تعديل قانون 42 لسنة 78 والخاص بالهيئات الرياضية. يليها اجتماعات للجنة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية لتحديد آليات العمل والأولويات. كما ستنظر لجنة شؤون الإسكان البند ذاته في أولى اجتماعاتها. اجتماعات واجتماعات ولجان تلتأم بعد لجان عدلة تشريعية سرعان ما عادت بعودة الحياة النيابية للدوران. فيما تحديد الأولويات يبقى رهن ما ستقدم الحكومة من برنامج عمل بعدما طلبت الحكومة مزيد من الوقت لتقديم الأولويات. تبقى اللجان المؤقتة التي يشكلها مجلس الأمة أمام تحدي حقيقي في إثبات استمرارها من عدمه وتنفيذها لموضوع إنشائها. لجنة تحسين بيئة الأعمال إحداها تقر لأول مرة والهدف تطوير ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يراها البعض ذات أهمية كونها تشكل رادفا يوفر فرص عمل ودعم للمشاريع الشبابية. كما بالوصول للغاية من إنشائها تحسين لبيئة الأعمال ورعاية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يفترض أن ينعكس دعما لقطاع خاص يعزز شراكة مع الحكومة. الآن الحكومة تقول عندنا مشكلة في الميزانية وعندنا رواتب وحنا نقول لهم نبين ساعدكم ساعدوا لنا. الآن التوجه العام لخلق مواطن كويتي مبدع قادر على أنه يؤسس مشروع الخاص بروحه من خلال تقديم مساعدات جادلة من جانب وتحسين بيئة الأعمال من جانب. البعض الآخر اختار الانتظار قبل الحكم ما سينجز وما سيتحقق من أهداف سيكون الموجه لرأيه في اختيار ضرورة استمرار اللجنة لأدوار عقاد مقبلة من عدمه. خلنشوف الآن أداءهم إذا يحتاج الأمر أنها تستمر وتتوسع اللجنة نحن مع دعمها في دور العقاد القادم نحطها خمسة أو سابعة. إذا اللجنة لا والله دورها أصبح بسيط لا والله تنظم وترجع لللجنة المالية حسب. سواء استمرت اللجنة أو ألغيت فإنه من المتوقع عن تخرج بالعديد من القوانين التي ستصب بمصلحة تحفيز الأفكار التجارية الخاصة بالشباب نحو مزيد من التبني للإبداع والتطوير. لتلفزون المجلس رياض العبادي